نتحول إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة الأوكرانية والاستفتاء الروسي لضم أربع مناطق أوكرانية والآن نتابع كلمة للرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أولونا للأمن الجماعي لأن استقلال بلادي يمثل أهمية قصوى بالنسبة للكثير من عناصر الأمن العالمي ويحتاج العالم أيضا إلى هيكل أمني محترم ويحتاج لسلام فهو أمر هام أود من الجميع أن يتفهم هذا الأمر إقرار واعتراف روسيا بهذا الاستفتاء المخزي أمر طبيعي وتنفيذ سيناريو القرم في محاولة إضافية لضم أراضي أوكرانيا سيعني أنه لم يعد بالإمكان مناقشة أي شيء مكان مع هذا الرئيس رئيس روسيا فيجب أن يقف وحيدا أمام الإنسانية جمعا نحتاج لإشارة واضحة من كل بلد في العالم وأنا أؤمن في قدراتكم على اتخاذ القرارات أشكر الرئاسة الفرنسية على منح هذه الفرصة بالمشاركة في هذه الجلسة شكرا لكم جميعا وتحية أوكرانيا أشكر سعادة سيد زولنسكي على بيانه أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء مجلس الأمن الذين يرغبون في تناول الكلمة والكلمة للولايات المتحدة الأمريكية شكرا سيد رئيس أشكر وكيلة الأمين العام روزماري دي كارلو على إحاطتها اليوم وأشكر الرئيس زولنسكي على بيانك الزملاء قبل حوالي سبعة أشهر سبعة أشهر فقط اجتمعنا ليلا في هذه القاعة لمناقشة كيفية صون السلم في أوكرانيا وحينها اختار بوتين الحرب عوضا عن ذلك وقد أوضح بوتين مهية هذا المجلس بالنسبة إليه والأسبوع الماضي قاد من أكثر من مائة دولة من حول العالم اجتمعوا في نيوروك لإعادة التزامهم بمثاق الأمم المتحدة والكثير من مبادئه ومقاصدها التي قاموا بإعلائها السيادة والسلامة الإقليمية والسلام والأمامة عوضا عن الحضور في هذا الأسبوع في المستوى أعلن بوتين عملية تعبئة العسكرية الجزئية في روسيا وطلب بإعداد استفتاء مخذي ثريعة في الأراضي الواقعة تحت سيطرة روسيا وهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد بلد غير حائز على الأسلحة النووية لضمان المكتسبة العسكرية غير المشروعة لروسيا وهدف كل ذلك واضح وجلي تسعى روسيا لضم تلك الأراضي ولا تحترم روسيا هذه الهيئة النمط واضح أيضا فبوتين عمدا اختار هذه اللحظة لهذا الميثاق الذي يحدد المبادئ التي نعليها جميعا وهي السيادة والسلام الإقليمية والسلام والأمن وقام بذلك خلال أهم أسبوع بالنسبة للأمم المتحدة الأسبوع رفيع المستوى ترجمة نانسي قنقر